جزء المتعلق بقى بالمعلومات مبارح وانا هنا في برنامج الترندو قلت خلال ساعات النادي الاهل هيعلن التجديد لحسين الشحات وقلت يمكن على مدر الايام اللي فاتت كانت فيه بوادر كتير جدا تؤكد ان حسين هيكمل في النادي الاهل وعيجدت في النادي الاهل وكان فيه اجتماعات وكان فيه اتصالات وكان فيه كلام مهم جدا قاله الكابتن سير عبدالحفيز له حسين الشحات في اليوم اللي فاته وكمان اجتماع تم اول امس مع الكابتن محسن صالح والحديث عن المرحلة اللي جاية والحديث عن التحديات اللي جاية والحديث عن فكرة إيه اللي ممكن يتقدم لحسين الشحات في الفترة اللي جاية بعد ما قعد مع النادي الأهل ما يقرب من خمس مواسم حسين موجود مع النادي الأهلي من 2018 أو 2019 فحبت نكلم في موسم 2023 أيام بتجري بسرعة والمواسم بتجري بسرعة لكن الحمد لله حسين جدد مع النادي الأهلي لمدة ثلاث سنين جاية بغض النظر بقى عن فكرة تفاصيل المالية لأن فيه أرقام كتيرة تقالت ولكن طبعا طالما النادي الأهلي لم يعلن فاحنا مش هندخل في أي تفاصيل لأن ده أمر بيخص اللاعب والنادي الأهلي النهاردة حسين كمان كتب على حسابه على الانستجرام وقال كلام مهم جدا قال إيه الحمد لله دايما وأبدا تستمر حكاية بدأت منذ سنوات وسنوات بدأت من المدرج الأرض الملعب مشوار مليء بإنجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دايما بكيان كبير تفتخر به النادي الأهلي كبير القرى الإفريقية وهي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى وستبدأ وكأنه اليوم الأول بتي شيرت الأحمر المزين بنصر الأهلي الذي يحلق دايما في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق وكذلك تموحي مع هذا الكيان لن يتوقف تحدث الكثير واكتهد لكن الحقيقة غابت عن الكثير جمهور الأهل العظيم لأجلكم تكون التضحيات فإن تراب الأهلي ذهب سر مع الأهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك شكرا أمي الغالية ورحم الله أبي شكرا زوجتي الغالية وأولادي وأخواتي وكل من كان بجواري وسيظل دايما مبروك يا حسين مبروك كمان لأخوك محمد كان موجود معك من أول يوم في مشوارك في الكورة وأكيد أنتوا أكتر ناس مبسوطة بالاستمرار في النادي الأهلي ولكن الأكتر سعادة منكم جمهور النادي الأهلي دي جزئية مهمة جدا متعلقة بتجديد حسين الشحات